كورتنا بالحق لا تفهم منها شيء بينما تشوفها على بكري بفضيحة ونعاود نقولها مرة أخرى في مات السيوتي والسي اس 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 وبين ماتش آخر تنجم وتقوم عليه ماتش دومي فينال كوب تونس على الريني وعلى السيس بانس اللي صار وعلى الماتش كيف يشتعد تنجم وتقوم عليه ماتش دومي فينال كوب تونس وهنا تفهم الفرق بين ماتش هذا والماتش هذا لكن اقبال لها شيء فرع كلايك بطن وما تنسي ان تفعل درس التنبيهات كيف تنسي انك تابعنا الاسستغرام على خاطر غادي نجم نعبط حاجات ينجم وكونوا موجودين في الفيديوات الجايين نرجع لما السياسيس والسيوتي اللي بالحق ما عندي ما نحك عليه الماتش هذا ما عندي ما نقش فيه ما عندي ما نحلل فيه غير بش نقول في الزيحة ما عندي ما نقول اخر على اليسار وعلى ريني وعلى الجمهور كيف تضرب فيدر تيفيس وبالفلام وضرب جوارة السياس وضرب صف تكنيك وضرب جوارة على البنك كيف تحل كيف تحكي وعلى ماشي كل درجة يقف مين بار بوعصيعة لحد مقيقة الاولاد حد دقيقة ستين مين بار بوعصيعة لعب حتى ربوعصيعة لعب هو مرة جوارة طايح هو مرة وقف اللعبة الريت ما مكسر هو مش فرجة ما تجمش تعمل كيف على ماشي كما هذا منش عارف انا الجمهور السيوتي عليش عملها كيك بالضبط راهوا الحكاية ذا مش كان الضرة لجمعيته بركة على خاطر جمعيته بش الضرة على الاخر بناخ طايا وعقوبات والسيزون جاي الويكلو وعلى ذاكا بشدي مضرة الكورة تونسية نظرا الي ماشي دمي فينال كوب تونس والنسا كلها طبع في الماتش هذا اسكو انتي راضي بلا عملتو ولا لا هذا السؤال نحب نسألو الفئة من جمهور السيوتي الي قامت بعمل شغب بلا بش حكي لي لغة ضد السيستام وما ضد السيستام لكن اخويا الغالي رأوا لنا مكتحكي للسيستام لن تحكي على ان قاعة ضر في جامعيتك وليس قاعة تفيد في جامعيتك ابر رأيك اذا ما عندي ما نحكي على خاطر كيف تحكي من ناحية الفنية ما عندي ما نفسر وما عندي ما نحلل ما عندي ما نحكي على خاطر ماتش مرينة منه شاي السياساس عارفت كيفية تقل الماتش متاحة السياساس عارفت كيفية تمركي ضوز بنتو ويت في الظروف هذه الكل العكس يوجد فرصة من بعض بنتو الول والتي ضيعها نيجا حمادي والتي تجد الفرصة على السيناريو اخر الماتش لكن في الوقت رجعت الماتش المتاحة وماركاية الموتو الثاني سيبعوا اتهنات على الماتش المتاحة أبدا ذاكا ما عندي ما نحكي على جامعية الزوز أما من ناحية ماشين دي الأفريق والتي تحاد المنستيري الماتش كله في سيسبانس ويرطوب فرنونغاسيون هناك كل جامعية زادة فرصة اختيرة لكن حوارس الزوز على جامعية الزوز أبدع ويرطوب بشير بن سعيد ويرطوب بشير بن سعيد أبدع 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 حرصة كيف عارضها في الدخيلة أعمال تصديات التي تقرأ من ناحية الأفريقية من أهداف محق أما أكبر نحكي أكثر تفاصيل الماتش وصيرت على الماتش ثم نحكي على تشكيلها التي تحبه فيها جميع الزوز اليوم أن ناحية الأفريقية حافظت على نفس الرسم التاكتيكي وهو الـ 414 أما الاتحاد المنسيري كيف توقف زعبوب حافظ على نفس الرسم التاكتيكي والذي كان يعتمدوا 3 جرده والذي هو 3-5-2 لكن بعد ذلك يبدلوا ويرجعوا 5-3-2 برجوليا وماشا اليوم من دقيقة لولا 1-90 هناك النادي الأفريقي هو النادي الأفريقي هو النادي الأفريقي هو الهجم على العكس تحاد المنسيري من دقيقة لولا 1-90 يدفع ويرعب على كونتر لكن عنده مشكلة كبيرة في كل كونتر يعمل مشكلته لولا هي كيف يخارج كورة وكيف يوصل كورة من الدفاع للوسط للهجوم ونفس المشكلة يتعاود كل من يتحاد المنسيري حابي بدل من الدفاع للهجوم يلقى مشكلة كبيرة اللي خالى المواجمين متى عزوز المحيرسي ولعب دللي ما يعملوا شيء ما يقدموش إضافة كبيرة حتى كجام كورة ما يلقاوش حلول على عكس النادي الأفريقي اللي لعبة تصر على تكرابيد لعبة تصر على جو ديريكت وفي الكورة اللي تظهر صرتو على الشماخة اللي ركزت برشة عجالي صرتو في الشوت الأول أغلب لعب النادي الأفريقي الهجومي كان على الجهة الشماخة أعطي كورة لخليفة يعمل ربيض الشماخة والشماخة يدخل الدوية يجيب لك فرصة نفس الحكاية نفس الأكسيون قاعدة تتعاود ألف مرة في مرة حبيت مرات أنه وزوم النادي الأفريقي ينوع شوية اللعب ويبجي شوية على الرجال يمين لكن أغلب هجاماته كانت مركز على الشماخة وعلى خليفة ما دينا حكيه على الشماخة اللي عمل ماتش كبير ماتش محترم على الأخير قدم إضافة كبيرة في خط هجوم النادي الأفريقي على الرغم من برشة مرات شد كورة أكثر من برشة مرات هي خط ديسيزيون غالطة لكن هذا ما يعنيش لمناحية أخرى عمل ماتش كبير عمل ماتش محترم مقلق يصر ديفونس الاتحاد المنستيري لأن نذكر الاتحاد المنستيري رغم اللي كثيفة العددية كبيرة في دفاع الاتحاد المنستيري النادي الأفريقي يجيب برشة فرص لكن نفس الموضوع يتعاود ماتش مبعد ماتش مبعد ماتش ماتش مبعد ماتش مبعد ماتش وحيش يقالوا لكلام هذا إلي في الماتش يجيبك عشرة فرص العشرة فرصة ذوكم ما تعرفت كيفش تمركيهم وقتلي العشرة فرصة ذوكم منهم سبعة في الشبكة تحطهم ضحكوا لعب أما كيفش تحكي من ناحية الاتحاد المنستيري اللي لعب بيسرع اللي كونتراتاك لكن عاودوا نقولها ما عندوش حلول حتى ديكور عن العبداللي المحيرسي غير بشيشوت من بعيد ويجرب ما عندو حتى حل اخر من الجمش يخدمكم بنظام نظرا اللي ما معها حد حتى كم تتركز على المليابي سيبون كورة تموت اندولة تريلون غليسير الكورة تتفكوا تراسي لنادي الاتحاد المنستيري في كونتراتاك خاصة لاظهرة اللي ما عقطوش بلوس كبير قدام توفيق زعبوب كيرا لنادي الافريقي نزلت عليه لاظهرة الزوز طلب منهم انهم يوخروا مع شي قدموا برش واذا كالي صار بش يحد من خطورة اختيار الافريقي لاظهرة الزوز اللي عبد الرزيق اليوم عاون برشا ندل الافريقي من الناحية الهجومية اما كنت تحكي من الناحية الدفاعية الاتحاد المنستيري اللي عمل ماتش محترم سكر مليح وقف مليح سيرتوب بشير بنانسعيد حتى الديفنس يغرت بشير بنانسعيد موجود عمل ماتش كبير كيف كيف تتخيلي الاندل الافريقي متقيق قالوا لها حقيقة 90 رغم الاتحاد المنستيري العب على الكونتر لكن دفاعه كان وقف مليح العيفة والعبيد يعاونوا ماتش كبير اما في المنزل صار كرولا شمان صغير اللي اخذي الاتحاد المنستيري الهف بلغة عامة لكن الدخيلي كان موجود نبنى برشا كورة متعبونتو الاتحاد المنستيري كورت المحيرسي كورت حتى جواري حتى الاتحاد المنستيري اللي ترانجيه جايب كورة اختيرة كان منها ينجي مركب من ابنتو وفيه كانت 120 دقيقة كانت تسفنس كبيرة مئة وعشرين دقيقة لنا فهم برشا كورة برشا فورجة الاتحاد المنستيري لعبتك تيك معينه اللي هو الدفاعي اللي هو الدفاعي اندل افريقي نزل الضغط عمال كل شي لكنه ما نزفش يسجل نحكيه عن البيلانتيات شوانج ماهو صار متصرحيش اللي امن بالشرفي على السيس انو بشدة بلانتيات وعارف وراه وبشيعة تيلي فلوس لدي الافريقي وذاك اللي صار الشرفي يناحي بلانتيو بالاتحاد المنستيري يضيع زوز بلانتيات نقطة استفام تحذيرات كيف حدثت السيناريو كيف حدثت كيف حدثت بلانتيات يعرفوا روحهم بشي دافعوا وراهوا بشي هزو الماشي البيلانتيات انتي عارف روحك تعمل هكيكا نقطة استفهمة كبيرة لكن هذا ما يعنيش من ناحية اخرى اللي نجل الافريقي استحق الانتصار على الماشي الكبير اللي عمله لكن من ناحية اخرى اللي يجب ان تصر له حيش يحاول يصلح الاغلاق اللي صاروا اليوم سورتو من اللعب الهجومي اللي فمش تنويع نفس اللعب قاعد يدعاوض ببرشة مرات نفس الحكاية اللي كوميليزون واحدة اثنين سيبون واحدة اثنين سيبون لا لعب على الشماخي ألعب على الخليفة جاء ليمين جاء كورة مرة في الفيل راموش حل جياتين ما همش متوازنين صحيح الشوط الثاني حباط الزوادي عطاه بلوس كبير عجيه ديك وخلا يطلع شان نوعا ما التوازن بين جهات الزوز لكن نحكيه من اول ماتش لحد يلعب ايدام الطاوس رايجيه ديك تجاه كورة ثلاثة في الماتش ماكس اللي لازم متصر له هايشي يلقى حل للمشكل هذي هذا ما عندي ما نحكي ماتش لول وفايا بفضاح ماتش الثاني رينا كورة تفرضنا في ند الإفريقي نازل تفرضنا في ند الإفريقي عمالي مطلوب عليه رينا زيدا من ناحية اخر الاتحاد المنستيري اللي لعب بسطوب دفاع لكن عنده مشكلة كبيرة نعود نقولها في الاتحاد المنستيري اللي كل كورة تجي لتاكوم تاحة ما يلقاش حرول كورة اللي تصل لتاكوم تاحة ما تخورش كان بالصيف عنده مشكلة كبيرة في توصيل كورة من الدفاع للهجوم ما علي توكي نقولك بسلامة ما تنسيش انك تابعنا لبص كيف كيف ما تنسيش انك تابعنا لإستجرام وملتقنا في الفيديو الجاية في الأمان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة